مرحبا بكم سيدة المشاهدين مجدداً استيناف بقية فقرات برنامجنا يسعدني أن أستقبل لأول مرة على شاشة تلفزيون تونسي بعد 2011 سيد توفيق بكار وزير المالية السابق محافظ البنك المركزي السابق آخر محافظ للبنك المركزي قبل 2011 مرحبا بك ستوفيق أهلا وسهلا سيبوران فرحاني مستقبلك مرحبا بك في هذه الفترة التي الأمور الاقتصادية قاعدة تسترجع في مكانتها أعتقد مهم أن تعطيني الفرصة هذه في النقاش العام هاك تشوف الاقتصاد واللي تلعب بيضا تناقش والحمد لله والحمد لله تشوفوا التقرير هدايا ونبدأوا النقاش معاك موسيقى تصويت والكرامة أيضا شكلت ردود فاعل كبيرة وخلاف بين أهم زوسكوتل وهما النهضة وحزب نداء تونس لكن يمر هذا القانون وبالأرياحية اللازمة وعبروا أعضاء مجلس نواب الشعب أن هذا طبيعي فالخلاف لا يفسد التوافق السياسي الذي يحدث لتمر الميزانية بقرار سياسي لكن يتساءل العديد من المواطنين والمتابعين هل أن مرور الميزانية سيكون بداية أمل الانتعاش لاقتصاد الوطني؟ وهل ستجد البلاد؟ سنة 2017 توازنها بعد الهزات العديدة التي حدثت وهل أن حكومة يوسف الشاهد ستطبق هذا القانون لتنفذ بدورها تعهدتها المالية ولتمر البلاد من مرحلة الركود إلى مرحلة الانتعاش المالي؟ كل هذه التساؤلات سيجيب عنها المحافظ السابق للبنك المركزي توفيق بكار لمن لا يعرف توفيق بكار هو الحاصل على الأستاذية في العلوم الاقتصادية من سنة 1972 وعلى ديبلوم المدرسة الوطنية للإدارة بتونس والمدير العام للموارد البشرية في وزارة التخطيط والمالية السابق وفي عام 1988 اشتغل مديراً لديوان التكوين المهني والتشغيل وفي عام 1992 سمي مديراً ملحقاً بالجمعية السنوية للبنك العالمي ثم رئيساً للوكالة العربية للإستثمار والتنمية الفلاحية وسمي أيضاً في عام 1995 وزيراً للتنمية الاقتصادية ثم بداية المنافيل 99 وزيراً للمالية وفي جنفر 2004 سمي على رأس البنك المركزي التونسي حيث بقي إلى أن أزيح عنه بعد الثورة وتحديداً يوم 17 جنف 2011 رجل يحمل خبرة تمكنه ربما في تقديم الإجابات اللازمة عن مستقبل الاقتصاد التونسي استوفيق مرحبا بيك مهلا وسهلا وزير مالية سابق محافظة سابق البنك المركزي حالياً أنت رئيس مركز الاستشراف والدراسات التنموية خيارته لا تكونوا لا في أحزاب سياسية لا تكونوا في رؤية تخدموا الاستشراف ودراسات ما العلقة بالقضايا اللي تهم الاقتصاد والتنمية بناء على ذلك سي توفيق أشنو تقييمك لهالاقتصاد التونسي في أفاق سنة 2017 بعد هالعناوين الكبيرة هذه قانون المالية وأكيد تبع التفاصيله مؤتمر الاستثمار وأكيد تبع التفاصيله كيف تقيم الأفاق والناس تونس في حاجة لإيجابة تعطينا الحقيقة وتعطينا حقيقة الوضع على الاقتصاد والماشي نحاول قدر الإمكان أولا نحب نقول الميزانية 2017 تم أعدادها في ظروف خاصة باعتبار أن مرنا من حكومة إلى حكومة ثم أن كان لنا التزامات لدى صندوق النقد الدولي كان لابد من المراعاتها وكذلك الوضع التنموي لم يكنش في أحسن ما يكون باعتباراً لسنتين تقريباً سنة 2015 كنا في نساق نمو بواحد في المياد ثم في 2016 في أحسن الحالات سنكون في واحد في الهربع هذا أجعل أن أعداد الميزانية مش كان بسهل أنا منذ 2015 كنت في تغريدة في حسابي قلت أن سنة 2017 ستكون سنة كل التحديات وكان اعتمادي على في الحقيقة بعض المعطيات الواضحة أولاً سنة 2017 كنا بيش نوصلوا إلى تأثير الزيادات في الوزور أرفع تأثير معناتها المفعول التراكمي لكل الزيادات اللي تمت من قبل وكانت أثيراً أننا نذكر بواحد فاستمينية تقريباً مليار دينار وهذا مستوى كبير جداً ثم كان عنا تزديد قروض أول قرض لاخدناها من صندوق النقد الدولي بيش نسدوه ترانش منه معناتها جانب منه ثم الخمسمائة مليون دولار اللي كانت من الوديعة القطرية فكان كل هذا يعطي أن الأرقام مواضحة ويعني كان يعطي أن الوضع كان صعب والأرقام تتكلم لوحدها وبصراحة لو لا الاتفاق اللي تم مع الاتحاد الشغل ولولا تأجيل الدفع تزديد القرض القطري لكنا في وضعية معناتها صعبة ولكنا في مأزق جيبائي بيتم معني الكلمة الآن إذا كان بش نقيم هالقانون دا نقول أنه فم جوانب النجم ونعتبرها هجابية اللي تتمثل في الاتفاق اللي تم مع يعني الاتحاد الشغل وهو يعني نتمنى أن هذا يكون سابقة لاستقرار اجتماعي يمكن الجميع للانصراف للعمل ولي يعني الانصراف لتعزيز التنمية في تونس ثم فم جوانب فم هشاشة في التقديرات وهشاشة ربما نجعلها الجوانب الإيجابية نجم نقوله كما قلت لك فم الجانب الاجتماعي وهذا الاتفاق اللي نتمنى أن يؤدي إلى استقرار اجتماعي تنصرف من خلاله مختلف الأطراف إلى العمل والإنتاجية والمبادرة ثم هناك بعض الإجراءات ذات الطبع الجيبائي اللي نعتقد أنها قادرة على الإعداد لإصلاح جيبائي يكون أوسع في هذا الاتجاه نذكر بالخصوص لمسألة المعرف الجيبائي يعني الأسلاك التعمل في هذا المهنة الحرة نذكر كذلك برفع السر البنكي ولو كان مشروط بالوضعيات اللي يكون فيها المطالب بالأداء في حالة مراقبة سواء معمقة ومراقبة عادية بربي سي توفيق في الجانب هذية أنت معا الخيار متع الذهاب في التجاهة رفع السر البنكي أنا كنت أتمنى أن نخطو الخطوة إلى رفع السر البنكي لماذا؟ لأن تقريبا كل بلدان العالم مرت إلى هذا كنا نعطي صورة بلد شفاف يمشي على كل حال إلى الشفافية لكن أنت تعرف الوضعية وتعرف هذية تونس وخصياتها وبنية الاقتصاد وبنية النظام البنكي ما عندكش مخاوف أنه تأثر على أنه لعبات تعمل مفعول عكسي وهجرة من البنوك والله أنا نقول لك سي معناتها تقريبا نفس الموضوع طريحة نقول لك في 2002 تقريبا تطرحتو في 2002؟ تطرح في 2002 عشان نقول لك الناس إذا ما تعرف حاجة طبعا الإصلاحات الجبائية تأتي دائما بعد الصعوبات لها ونقول لك الصعوبات اللي عاشناها في 86 أدت إلى أن كان فما إصلاح جبائي جوهري على خمسة سنوات في خمسة سنوات بين 88 و 93 صدرت مجلة الأداء على القيمة المضافة صدرت مجلة الأداء على الأرباح صدرت مجلة دروة دانجويس رومان معلتها التجهيل صدرت مجلة الاستثمار يعني أربع قوانين أربع مجلات كبيرة صدرت لأن في الحقيقة إذا تشوف النظام الجبائي بتاعنا منذ الاستقلال تقريبا ما تغيرش حاجة كبيرة أكثر الأصلحات تمت بعد الصعوبات اللي عاشناها في 86 والباس وكل ما معروف ثم جاءت في 2001 جاء معانتها مجلة الحقوق والإجارات الجبائية كان فيها فصل هذية فصل رفع السر البنكي وكان رفع أول مرة هذا وكان رفع كلي للسر البنكي لكن نفس الأشياء اللي قولك يعني رفع السر البنكي خاصة وكان عنا مسألة كبيرة أصبحت جديدة اليوم هو الاقتصاد الموازلي أصبحت يعني وزنه كبير وكبير جدا في الاقتصاد ولمكافحة هذه الآفة كان لابد من أعطاه يعني المصالح الجبائية يعني الأليات الضرورية هذا الشيء الأساسي أعتقد كما قلت ما تم وتوصلنا إيه هو هو معانتها مرحلة أولى يقيني أنه بشنا نمر إلى مرحلة أخرى ثم كذلك نقول إعادة نظر في جدوى الضريب على الدخل يعني شيء هام لأنه فيه إيجابي جانب اجتماعي وكذلك جانب يندرج في إطار العدالة الجبائية الهشاشة فما مواطن هشاشة اللي هي اللي هي أولا ما تحسش اللي اللي هذا القانون جاء عكس الوضعية اللي كنا نعيش فيها من 2011 احنا كي تشوف يعني 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 تحب تقصد القانون هذية بقاء استمرار في نفس الوضع بقل واحد درجة لكن فما استمرار هنش نقول علاش درجة كان ينجم يقطع مع هالممارسات طيلة السنوات الأخيرة اللي أدت لانهيار كان فما قاعدة أساسية قاعدة أساسية الدولة ما يزمش تعيش أكثر من إمكانياتها شو معنتها؟ ما يزمش ميزانية الدولة ترتفع بأكثر من ارتفاع الخيرات في البلاد حبيتوا قانون أكثر تقشف في توفير؟ بطبع كان ينجم يكون أكثر تقشف؟ إذا كان 11% إذا كان الميزانية زاد بـ 11% وناتج المحلي الإجمالي ما يزاد إلا بـ 7% هذا يعني 7.5 تقريب في المياه بالأسعار الجارية نحكي لنا بالأسعار القارة وتزاد في 2.5% فهذا يعني أن دولة قد اقتطعت مزيد من الموارد على الموارد الجملية وأنا نقول لك إذا قريت تقرأ الأرقام بين 2011 ولا 2017 وزن الميزانية في الناتش المحلي الإجمالي كان في 2011 28.5% أصبح في 2017 33% يعني ثلث الميزانية تقتطحها الدولة لهذا وهذا غير طبيعي وغير ناجع بالمر هذا عنصر لابد نقوله لأنه من الأهمية يمكن أن نأخذ احتياطات بالنسبة للسنوات القادية الشيء الثاني الفرضيات اللي تم اعتمادها فرضية أولى فيما يخص سعر البترول 50 دولار البريل الآن نحن في تقريباً في 53-52 يعني نخدم القادم المليئ على فرضية 50 دولار البريل 50 دولار للبريل كل الفرضيات والمؤسسة العالمية تقول أنه بش نكون في 2017 في حدود تقريباً 55-55-57 دولار نحب نقول لك أن كل زيادة بدولار تأثيره هو زيادة في النفقات بـ 48 مليون دينار يعني الدولار الواحد في البريل يكلفنا زيادة في النفقات 48 مليون دينار الفرضية الثانية فرضية نسبة معانتها نسبة الدينار التونسي نعتمد على 2.25 ومن المرجح أن إذا ما تحكمناش في توازناتنا الجملية أن الدينار يواصل معانتها انخفاض متعو توجه العملات الأخرى ونحب نقول لك أن كل انخفاض بـ 10 مليمات في سعر دينار يأول إلى نفقات إضافية بـ 20 مليون دينار يعني إذا خذيت مثلاً على السبيل الفرضية ونحبش نكحها لياسر الواحد نقول على السبيل الفرضية إذا خذيت دولار بـ 2.5 دينار وإذا خذيت 55 دولار للبريل هذا يعني حاجة لـ 750 مليون دينار بالنسبة للسنة يعني إضافية على ما تم الضبط وما تم إعداد هذه مصدر متاعها يعني تجب جي ظروف تقل بنا للحكية وتخلي الميزانية عاجزة بالطبع ثم الشيء الثالث أننا اعتمدنا على نسق نمو اللي هو 2.5% 2.5% النسق نمو يعتمد على زوز عوامل هي الاستثمار والطلب الداخلي يعني لكن في نفس الوقت في قانون المالية فم إجراءات اللي هي تعوق نسبياً للاستثمار والطلب الداخلي إذا نقوله مثلاً زيادة في الضغط الجيبائي من 20.6% إلى 22% هذا بالطبع ما يساعدش على دفع الاستثمار إذا نقول إقرار بعض الأدايات على القيمة المضافة هذا بالطبع يمس بالاستهلاك ويمس بعمل الإسلاك فما يعني النظرة هذه زي ما تكون هناك تناسق بين مختلف العوامل الإغذاء أنا نقول والوضع يبدأ كما هو شو نقول قول لابد أن ننظر إلى المستقبل ولابد أن نستعد ممكن أن يكون قانون مالية إضافي ولا قانون مالية تعديلي بالنسبة لسنا يجب أن نعد العدة أنا أعتقد أننا فهم أربع أولوية أساسية أربع أولوية أربع أصلاحات أولاً إصلاح الإدارة إصلاح الإدارة وخاصة مع إعادة النظر في التوظيفات بالإدارة أنا نقول لك أعطيك رقم الإدارة متاعنا مثلاً نحن في تقريب المعطيات التي لدينا إذا أخذينا مش عوان الوظيفة العمومية فقط نأخذ لزبنة وكل المؤسسة الأخرى تقريباً 816 ألف عوان نقارن ديما نقارن ببلدان مجاورنا نقارن بالمغرب تقريباً 860 ألف عوان معنتها 860 ألف عوان لأربعة وثلاثين مليون شخص و 816 ألف عوان لأحداش مليون شخص معنتها تقريباً دوآتر وهذا مش ممكن مش ممكن بشي يتواصل لابد من شنو نقول فما إجراءات لي تم قرارها في الحقيقة كما تخفيض من الانتدابات عدم سد الشغورات من خلال بعد الخروج إلى التقاعد عدم معنتها كيف يقولون الروبور متاع الشغورات من سناء إلى أخرى لكن هذا غير كاف أنا أعتقد أنه لابد من عملية إعادة توظيف لبعض العاملين في قطاع الإداري نحو قطاعات لنا حاجة فيه مثلاً احنا كنا نتحدثوا على الجبائي لنا حاجة بتعزيز حوان الجبائي نهز عبير في الإدارات نمشيون نحط إيزة برنامج تاع إعادة هيكلة إعادة هيكلة إعادة تكوين إعادة هيكلة ناخذوا ناس لعندهم تكوين قريب من الجبائي مثلاً في جانب المالي في جانب المحاسبة في جانب الاقتصادي ويتم إعادة تأهيلهم حتى وتوزيحهم إلى بعض ناخدوا نحن مقدمين على أصلاح في المجال على مستوى الجهوي الإدارة الجهوي لابد أن تعزز الإدارة الجهوي نحن نتحدث على سلك للمراقبة البيئ فما أسلاك جديدة قاعدة تكون لابد أن معناتها أن نحول وإعادة توزيح بعض الواحد ثم لابد أن نفتح إمكانية يعني المرور إلى التقاعد وكذلك إمكانية أن ناس هذه تخرج وتعمل تنتفع بمسماء معانتها إجازة لإحداث المشاريع وهذه الآلية كانت موزودة لكن تقريبا جمدت لابد أن أعادة تفتحها وإعادة نظر فيها حتى أن هذا أعتقد أنه إصلاح كبير لابد من الملاوحدة الأصلاح الثاني يتعلق بأنظمة التقاعد راهم النجموش نواصلوا هكي شوف 2016 حطينا 300 مليون دينار في الميزانية 2017 حطينا 500 مليون دينار في الميزانية وأنا نقول لك 500 مليون دينار بدون اعتبار ما حطيناه العجز صندوق القطاع الخاص لأنه بدأ في العجز بداية عنده حاجات مالية بالنسبة ل2017 راهوا في 2020 إذا نواصلوا هكي التقديرات أنا نذكر التقديرات اللي تمت منذ 2010 2020 يمكن أن تكون العجز بالنسبة لهذه الأنظمة يكون في حدود أكثر من 3 مليون دينار ما هوش ممكن بش الميزانية تتقبى إلا إذا قلنا هات نحطو كما عنا العنوان الأول وعنوان الثاني نعم العنوان الثالث اسمه دعم صندوق الاجتماعي هذا إصلاح الواحدة لابد منه فما الحل فما ممكن الإصلاح الآن لابد من إصلاح معناش خيار هوا كل البدان ماشي الروبور متعلاج للاروترات يعني حاس برايك يجبنا نمشيو نحو معناش خيار رفع السقف التقاعت معناش خيار لعب لي معاتش هذا تقاعت 60 سنين معناش خيار شيء اللي يسي توفيق بكار حاس برايك رفع السقف رفع الواحدة هذا يابد منه وانا يقول لك المعطيات واضحة أولا الاسبرانسي وصلت لمستويات معين الورانسيو ديموغرافيك وعداد قداش عدد اللي يخدمون بالنسبة للواحدة كان خمسة ناس يخدمون لواحد معنتها متقاعة متقاعة أصبحت الآن ثلاثة ناس أقل حتى من ثلاثة ثلاثة يخدمون لواحد متقاعة ثم أرقام معنتها ذات دلالة مش ممكن بش نهر نتحيلوا عليها نتحيلوا عليها في هذا الاتجاه ثم الإصلاح المتعلق بالجي باي أنا نعتقد أن يجب البناء على ما جاء في قانون المالية هذا بناء عليه وأعطاء الإمكانية أنا توكي حطيت المعرف الجي باي لابد من أعطاء الإمكانيات لمصالح الجي باي اللي تقوم بدوره شنو أعطاء تحدثنا عن روديو بمونزي في كريف ثم يكن تكوين نشكو أهم المنظومات المعلوماتية غير طبيعية أنا أتذكر نظام صادق منظومة صادقة مواعطاء الملمونين إنها مراقبة الجي باي ما هي المنظومة صادقة ومنظومة صادقة فيها فيها قواعد معطيات فيها ق powder معطيات رفيق ليسمى فيها ق�� تضرب على الورتي غير معقول أن القوعد لكنام تقعد خارج أو القواعد مساعدة فيوزارة وزارة العدل كنا خارج هذه المنظومة فلابد من المنظومة هذه إثراء المنظومة تطويرها حتى تكون آلية ينجم يشتغل عليها يعني المراقبة الجبائية في هذا الإطار هذه من الأشياء الأساسية نعتقد أنها لابد من العمل عليها في الواحدة الشيء الثالث ما نتولش في هذا ضروري أنا نعتبر أن في نهاية من الطفق قانون المالية ما هو لا جانب من السياسة الاقتصادية والمالية فما جانب أخرى فما جانب أخرى لابد من استكمال هذا أنا نعتقد في مزوز أولويات أولا كيفية إرجاع الثيقة للأعوان الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال هذا ضروري وأعتقد أن الندوة الاستثمار عطت دفع وفتحة أعادة الأمل لابد يعتقد أنه مهم بمكان تعزيز هذا المنح وأعتقد أنه من المهم إصدار نصوص التطبيقية معانتها بسرعة نصوص التطبيقية لمجالة استثمار إقرار قانون المصالحة الاقتصادية أنا أبدو غير من الطبيعي أن إطارات لا تبادر إطارات أصبحت مجمدة تقريباً ما تحبش تأخذ القرار في الإدارة في المؤسسات العمومية في البنوك يعني المستثمرين كذلك أعتقد تردد كبير بالنسبة للمستثمرين أنا أعتقد أنه جاء الوقت أن نمشي نحو يعني الطرق الكفيلة بإرجاع الثيقة لعوان الاقتصادين وتحسين المناخ الاقتصادي ومناخ الأعمال بالصفحة ثم نعتقد ضروري أن نعيد توازن المنوان اللي اعتمدناه إلى منذ سنوات منوان نعتمد كثيراً على الطلب الداخلي ونساء حاجتين استثمارها وجاءت المجلة وجاءت الندوة هذه نساء خاصة التصدير إنه عامل أساسي نحب نقول راهو الناس اللي تأكد على هل دفع طلب الداخلي وهل سياسة ما يسمى بالـ Go and Stop راهي معنتها هذه قالت إلى عدم انخرام التوازنات وعاتلت إلى دين مرتفعة وعالت إلى ما قالت إليه Go and Stop ظنوري أنا نظرها متعنا Go and Stop شو معنتها تمشي في النفقات العمومية غالط كان التواجه غالط أنا هنش نقول أنا عندي نظرة أخرى أنا نقول بقدر ما تمشي في الصادرات بقدر ما تنجم تمشي في الطلب الداخلي أنا شنو المشكلة إحنا مشكلة عشرين عشرين ستة وثمانين مشكلة متاع توازنات خارجية أساساً الخطر هو التوازنات الخارجية راهو إذا بنا نعرفه الخطر هو هكا ما نسميه بعجز ميزان المدفوعات أكثر من عجز الميزانية عجز ميزانية تلقى حوله أجاب عجز ميزان المدفوعات خطر لأنه يمس بتوازناتنا الخارجية ويمس باستقلالية قرارنا فضروري أن ندفع في نفسه نعمل على ثلاث عوامل أساسية متع النمو اللي هي التصدير الاستثمار وكذلك الطلب الداخلي والعوامل هذه تمشي مع بعضها في نفس الاتجاه لأنه إذا اعتمدنا على عمل واحد يعني يقول إلى انخرام في التوازن زوزة سيلسي توفيق واحد متعلق بالقضية الدينار هل في تقديرك البنك المركزي وسياسية البنك المركز في السيناوات الأخيرة تتحمل مسؤولية انهيار الدينار مقابل العملات الأخرى؟ يعني لا أقول البنك المركزي فقط يعني سعر الدينار يعني يعكس صورة الاقتصاد بصفة عام يعكس صورة الانتاجية يعكس صورة المردودية ونحن الناس كل تعرف أن المردودية والانتاجية تراجعة يعكس صورة التوازنات اللي كنت تحدث عليها بكري وخاصة التوازن الخارجي توازن الخارجي احنا في تونس عشنا خمسة سنوات نعرفوه خمسة سنوات نسبة عجز ميزان المدفوعات يفوت 8% فما سنة أعتقد سنة 2014 كانت فيها نسبة العجز الجاري لميزان المدفوعات في حدود 9% عمرنا أنا في تاريخ أنا قاعد قداش نعام نشتغل في المجال الاقتصادي وعمري ما نتذكر أن هذا المستوى وصلنا له بالنسبة لعجز ميزان المدفوعات فكل هذا يعكس واضح سي توفيقا ما نجمش ما نحكيش معاك على التجربة الماضية في نهاية الأمر ولو أنا أهمية المستقبل هو رئيسي قبل الحكاية هذه لكن فرصة مرورك والمرة يعني وانت مقل وما ظهرتش في العلام تقريبا استوفيق بكار أنت كنت آخر محافظة بنك مركزي وزير مالية السابق اشتغلت في مرحلة قال عليها الكثير قال عليها أن مرحلة كانت مرحلة فساد بانتياز كانت مرحلة سوء تصرف كانت مرحلة كذا من بين اللحكيات اللي تحكيوا عليها وهذه فرصة مش نسلك فيها سي توفيق قضية أنه زوجة الرئيس السابق دخلت وانت كمحافظة البنك المركزي هزت الذهب وهزت وراوحت به جزء منه يحكي قد يش خليته في ميزانية الدولة إلى حدود 2001 قد يش خليته من المخزون من الاحتياطي العملة الصعبة في البنك المركزي يعني نجمشي تعطينا فكرة وشنو أردك على الكلام هذي الكبير والأكيد أنت واحد من الناس تقريبا يعني لم تكل وتمل من الذهاب إلى المحاكم في السياق لحكايات هذية وتقييم المسائل هذية كيف يجيب سيد تفك أولا أن نقول هذه الإدعاعات إدعاعات غير مسؤولة كيف؟ بالمرة غير مسؤولة وتدل أولا على جهل فادح لأساسيات إدارة العملة وإدارة يعني الرصيد من الذهاب بالبنك المركزي وتعتبر كذلك وتعبر كذلك عن سونية واضحة هل يش يدهب يخرج من البنك المركزي جميل جميل هذه إدعاعات تم تفنينها من خلال ستة سي سو ديت ستة يعني عمليات تدقيق أنجزت من قبل ماكاتب خبرة ماكاتب تدقيق من خارج البنك المركزي حتى تكون الأمور واضحة نحب نقول حاجة نقول رأي إجراءات المعمول بها في البنك المركزي فيما يخصها الجانب هذية رأي إجراءات تقريبا نفس الإجراءات اللي تعمل بها البنك المركزي الفرنسي ولا البلدان البنوك المركزي الأخر سي نورماليزي معروف فما ديزيتاب نحن فيه طبعا مش نمشي في الأمور ديتاي فما أربعة مرحلة كل مرحلة فما زوز من الناس يحلوا واحد انتروك نيموروتية والأخر يحل بالمفتاح يعني وزوز من الناس يجووا من زوز إدارات مختلفة أربعة في الاثنين ثمانية يعني أنت يزم يزم لها كونيفانس بتاع ثمانية من الناس يعني أنت بجي يكونوا حاضرين مع بعضهم في هذا الاتجاه ثم شي ثاني أن رأي هذا كل مسجل مسجل بر فيديو بصفة بصفة معتهم لا تنقطع وكل الأمور هذه واضحة ولا غبرة عادية يعني لا زوجة رئيس سابق جيتك الغديك وقتلك هيت الذب يسي توفيق وغرب تبيه حتى كان جيت الله يرحمها أمي ما واحدة لنش نكونوا واضحين في هذا الاتجاه نحب نقول حاجة برك نحب نتوجه للناس ليخرجوا هذه الإشعالات ما نقول لهم أنهم رأم أضروا بصمع تونس أعطاو أعطاو صورة إلى تونس متع بلد معنتها متخلف ساهموا في التخفيض من ترقيمنا السيادي خلونا نعاني وتوع كان عندنا الترقيم السيادي متاعنا عندنا الوقت الحاضر ويرانا ما عناش لو كتوسوا لغورج مع صندوق النقد الدول يرانا نخرجوا كما كنا نخرجوا قبل على السوق المالية بخمسمائة يعطوك خمس مرات قبل خروجنا كان سهل بالطبع أنا نذكر نذكر ساعات تبدأ تطلب بنتي خمسمائة يقولوا لك لا إحنا قبلين باش نحطوا الفين في عضل خمسمائة خمسمائة مليون دولار يقول لك دو مليار سنت وقتيش تقريبا كل السنوات وصلنا أنا نذكر في آخر عملية متاع إصدارات قمنا بها قمنا بها في 2007 كان وقتها هاك الأزمة المالية العالمية ماذا تطلقت أزمة ما يسمى بالسوبرايب نعم وفهم حتى بلدان رجعوا بردوي كنا في عصاموراي كما قلت أنت في اليابان وكلمني وقتها نائب المحافظ قال قال لي رأوا سيطة وفيق رأوا السوق غير تبدأ خرجنا نحنا ونالي كارتونية قلنا ما نعملو إصدار على عشرين سنة وحددنا هدف الهدف هو أن ما يسمى بالهام الشكل المارج المارج مثلا تودان تيري في حشين في تودباس في المارج قلنا المارج هذه مستخدمة تفوت 55 نقطة تقريبا 55 نقطة 0 55 تودان تيري 55 نعم ونالي 20 وقرير ما نتخلق على عشرين سنة بسفر فصل 75 وهو أحسن إصدار قمنا به في تونس منذ ونتخلنا للسوق المالية في 94 إذا قارنوا بالإصدارات اللي تمت خلال الـ 4 و 5 سنوات خرجنا على السوق الساموراي وخرجنا على الأسواق هكذا 0 فصل 75 تود الوقت الحاضر هي تقريبا 7 7 7 على الأقل 7 وإذا نخرج وتود يمكن أكثر من 7 متى عشر مرات النسب الهامش اللي كان معمول بها اللي خرجنا بها في وأنا نقول لك الإصدار اللي قمنا بها في السوق على عشرة سنوات في 2013 و2014 تقريبا نسبة الهامش تقريبا في حدود 6 تقريبا في هذا الاتجاه نحب نقول نهاية إجابة على تساؤلك اليوم نحن في بداية 2011 كانت فما في البنك المركزي يعني رصيد من العملة بحدي 13 مليار دينار أنت خليت 13 13 مليار دينار من الرصيد من العملة بالضبط 13 0 03 مليون دينار من الرصيد من العملة ما يقابل لأنها تقول خائل إحنا 12 ونص تقريبا 13 قاعد نفس العهد من تقريبا فاصل 13 كانت تتمثل 9 مليار دولار 9 مليار دولار الوقت الحاضر إحنا في 12 ونص تقريبا 13 وما يساوي 5 مليار دولار رغم أن منذ 2011 إلى حد الآن تدايا إضافة بتقريبا 26 مليار دينار خليت 9 9 مليار دولار ما يقابل 13 مليار دينار هذا عمل صحاب رصيد من العملة ثم كان فيما 5 2 تقريبا مليار دينار من الموارد العمومية موارد الدول خطر الوقت رصيد من العملة رصيد كل الأطراف موارد الدولة خلق كان فيما تقريبا مليار دينار متأتى من أرباح ثلاثة سنوات من البنك المركزي أرباح البنك المركزي 2008-2009-2010 تقريبا مليار دينار كان فيما 750 مليار دينار 750 مليار تقريبا جاية من أرباح مؤسسات عمومية وكان فيما 350 مليار تقريبا جاية من موارد جاية من قروض أسحبناها وما زلنا ما استعملنا فيه كلمة سي توفيق أشرفنا على النهاية ماناش نعملوا في السياسة الهناية واستوفيق رجل الاقتصاد وخبير باش منظروش مقارنة بالماضي اللي همنا هو المستقبل ولكن هالتوازونات المالية السابقة أتوانسا يعرفوا قبل 2011 كانت فيما التوازونات مالية مقارنة بتوى كلمة السر فيها شنية حسب رأيك؟ تواسط مالية سي لا ريجور سي لا ريجور سي لا استشراف الاستشراف أعلش أنه ربما ما جانش الوقت باش نتحدثوا على مركز الاستشراف شاء الله تكون لنا فرصة أخرى لأنه عنا تصور كامل الجدية والاستشراف والاستشراف مركز الاستشراف مركز الاستشراف مكونا من طرف إدارات يعني قام بدراسة اسمها اختراحات لستراتيجية الخروج من العزمة ونشوفوها أكثر بالعكس هذه بداية وماذا بنا دي ما نشوفوك استوفيق بكار البلاتو يبقى مفتوح ليك استوفيق بكار وزير المالية والمحافظ السابق البنك المركزي شكرا جزيلا على رحلة الصدر والاستجابة للدعوة أعزائي المشاهدين إلى أن نلقاكم هذا كان الفريق برنامج هنا الآن يحييكم ويقول لكم بقية مشاهدة ممتعة لبقية برامجنا على قناة التاسعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر